من المنتظر أن يقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في خايماند البليت بشأن توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قبل إجراء انتخابات الكنيست في التاسع من أبريل نيسان المقبل وجاءت هذه التصريحات من مصدر في ديوان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية حيث أكد أن هذا القرار سيخرج إلى العلن الشهر المقبل بدوره قال نتنياهو تعقيبا على هذه التصريحات بأن رائحة سيئة تفوح من هذا الأمر مشيرا إلى أن بعض الجهات تتصرف بسؤنية تجاهه